بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة أتمنى من جميع مشاهدي هذا الفيديو من هواتي الأحجار الكريمة وعشاقها ومن من يريدون أن يتعلم علومها متابعة هذا الفيديو للنهاية لأنني سأطرح فيه معلومات هامة عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة أولا إخوتي الكرام سأجاوب على سؤال الكثير من الإخوة مشاهدي ومتابعي القناة عن أصل تسمية الأحجار الكريمة طبعا هذا الاسم أطلقه العرب على بعض أنواع الأحجار النادرة والثمينة وهذا الاسم لن تجده إلا في اللغة العربية وأنا شخصيا أفضل الاسم الإنجليزي لها حيث أنها بالإنجليزية تسمى بPrecious Stones أي الأحجار الثمينة أو Semi-Precious Stones وهي الأحجار نصف الثمينة في حين أننا في اللغة العربية نسميها أحجارا كريمة أو شبه كريمة وهذا الأمر قد يسبب نوعا من التشتت والإيحاء للمشتري أو المهتم بأن هذه الأحجار يمكن أن تملك خواصة روحانية معينة أو يمكن أن تجلب الخير والبركة والرزق والحظ السعيد أو يمكن أن تدفع الشر والأذى والحسد وما إلى ذلك من أباطيل وأكاذيب لها رواسب وهي عبارة عن رواسب لديانات ومعتقدات سابقة ما زالت موجودة في مجتمعاتنا للأسف ويزكيها ويغذيها بعض ضعاف النفوس من تجار الأحجار الكريمة ومتعامليها لرفع أسعار أحجار يمتلكونها وبيع الناس الوهم وأكل أموال الناس بالباطل إذن إخوتي الكرام أصل التسمية للحجر الكريم لا يعود إلى مزايا هذا الحجر وإلى صفات خاصة أو روحانية معينة لهذا الحجر وإنما يعود إلى ندرته وغلاء أسعاره فمثلا سابقا كان هناك أحجار مثل الزبرجد وأحجار التوباز وأحجار الإمثيست كانت تعتبر أحجارا كريمة ولكن خلال المئة سنة الأخيرة تم اكتشاف كميات كبيرة منها فأصبحت تعد هذه الأحجار أحجارا شبه كريمة وليست كريمة الآن في الوقت الراهن هناك عدد من الأحجار تصنف بأنها كريمة كالألماس والياقوت والزفير والزمرد وأحجار أخرى كالأليكزاندريت والتافيت وأحجار التنزانيت وأيضا أحجار أخرى بضعة أحجار أخرى أنا شخصيا أعتقد أن حجر الألماس لو لا احتكار الشركات المنتجة له ولولا عمليات الإعلان التي جعلت من الألماس هو الحجر الذي يعبر عن المحبة وصدق المشاعر واعتماد الألماس كهدية للخطبة والزواج لن خفضت أسعار هذا الحجر ولأصبح يعد حجرا شبه كريم في هذا الفيديو إخوتي الكرام أحجار هنا لدينا أحجار من الزفير أو كما تشاهدون زفير بلون أرجواني مثل هذه الأحجار هي أحجار معتمة هل هذه الأحجار تعد كريمة؟ علما أنها تنتمي إلى مجموعة أحجار الزفير طبعا مثل هذه لا تعد أحجارا كريمة ولا تعد أيضا أحجارا شبه كريمة هي أحجار جميلة يمكن أن يبلغ سعر الجرام من هذه الأحجار نصف دولار إلى واحد دولار هي لها نفس مميزات الكثافة للزفير طبعا أحجار الزفير هي أنواع أحجار الكورندوم باللون الوردي وبألوان البنفسجي والأصفر والأخضر واللون الشفاف عديم اللون والبني والأسود والأبيض وكذلك الأحجار الزفير الزرقاء وهي الأشهر لأحجار الزفير هنا لدينا هذا الحجر من الزفير الأرجواني نشاهد هذا الحجر الأزرق في يدي الآن هو من التوباز لنحاول خدش التوباز بهذا الحجر من الزفير ونشاهد النتيجة طبعا تكسر جزء من الزفير أثناء عملية الخدش لنشاهد النتيجة شاهدوا معي أخوتي الكرام تمكن الزفير من خدش التوباز وهذا أمر طبيعي لأن قساوة الزفير والياقوت هي 9 درجات على مقياس موس في حين أن قساوة التوباز هذا التوباز الأزرق 8 درجات على مقياس موس لذلك يمكن للزفير خدشه هنا لدينا حجر من الزفير هذا حجر نفوذ للضوء ليس معتم ولكن أيضا قيمته قليلة قيمة القيراط منه حوالي 5 دولار لا يمكن أن تزيد عن 7 دولار هذا هو سعره هنا لدينا نوعية أعلى من أحجار الزفير شاهدوا مع إخوتي الكرام حجر الزفير جميل جدا يشوب هذه الخطوط البيضاء التي تشاهدونها وهي بالمناسبة أشكال الشوائب التي تميز أحجار الزفير الطبيعي هذا حجر الزفير فيه شفافية تعيبوا هذه الشوائب البيضاء حجر جميل جدا من الزفير مثل هذا الحجر يمكن أن يتراوح سعر القيراط له من 20 إلى 30 دولارا وهو حجر من الزفير الطبيعي المعالج حراريا لو كان ليس معالج حراريا وألوانه طبيعية لكان سعره يزيد عن ذلك هنا لدينا أيضا حجر من الزفير بلون وردي كما تشاهدون حجر جميل هذا الزفير يتميز بوجود هذه التداخلات اللونية بلون أرجواني أحمر حجر جميل ورائع من أحجار الزفير مثل هذا الحجر يمكن أن يكون سعر قيراطه من 40 إلى 50 دولارا وقصة هذا الحجر جميلة أما هنا إخوة الكرام لدينا حجر من الزفير شاهدوا إخوة الكرام بلون وردي جميل هذا الحجر نسبة شفافية عالية وهو أيضا خالي من الشوائب لدرجة معينة أحاول أن أوضحها لكم شاهدوا معي يوجد فيه شوائب بشكل خطوط صغيرة بالعين المجردة أنا هنا كبرت الصورة تقريبا ضعفين لتوضيح هذه الشوائب التي ترونها هذه درجة أعلى من النقاء مثل هذا الحجر يمكن أن يصل سعر القيراط له من 100 إلى 150 دولارا الأحجار عالية النقاء من الزفير الطبيعي غير المعالج طبعا سعر القيراط له يزيد عن 700 إلى 1000 دولار ويمكن أن يصل إلى 3000 دولار حسب لون الحجر ونقاء بنيته ودرجة شفافيته ومدى انسجام ألوانه لذلك إخوتي الكرام أنا دائما أنصح الجميع بالبحث عن الأحجار الشفافة مثل هذه الأحجار مع أنها زفير هي ليست أحجار كريمة وليست أيضا شبه كريمة قيمتها محدودة أنا أحتفظ بها كعينات للخدش لمعرفة درجة قساوة أحجار أخرى فقط لهذا السبب لا يمكن سقلوا إخوتي الكرام شاهدوا نسبة شفافية عالية وهي معتمة بطبيعتها بطبيعة الحال معتمة هذه الأحجار كما تشاهدون مقطعها كما تشاهدون سداسي وهو يميز أحجار الكورندوم من الزفير والياقوت وغيرها إذن إخوتي الكرام المعيار دائما لاعتبار الحجر كريم أو شبه كريم أو ما يسمى بحجر ثمين أو نصف ثمين هو درجة شفافية والنقاء في البنية وأيضا اللون هذه المعايير الثلاثة هي المعايير الأساسية لاعتبار الحجر إذا كان ثمينا أو شبه ثمين أو كريما أو شبه كريم كما يسمى باللغة العربية لذلك إخوتي الكرام ركزوا دائما على البحث عن الأحجار الشفافة عالية الشفافية لأنها هي التي لها قيمة عادة الأحجار المعتمة والنفوذة للضوء قيمتها قليلة شاهدوا مثلا هذا حجر من التوباز درجة شفافيته جيدة وليست عالية التوباز طبعا حجر شبه كريم هذا الحجر أنا صورت فيديو لتحديد نوعه سابقا بحساب الكثافة والخدش وهو من التوباز الأزرق اللون أيضا أحتفظ به كعينة لتحديد درجة قساوة أحجار يمكن أن أجدها في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل أتمنى لكم كل الخير والصحة والعافية من الله عز وجل والرزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته